أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ماتنة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي ودعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز حيث أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتية وأتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالمسؤول الأمريكي وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤكداً متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي ولدعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات من جانبه نقل السيد بيرنز إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس بايدن وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة العلاقات المصرية الأمريكية مع تطلع واشنطن خلال الفترة القادمة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر التي تعتبر مركز ثقل منطقة الشرق الأوسط ودعامة الأمن والاستقرار به بقيادة السيد الرئيس لسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين فضلا عن تبادل يجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك